مرحباً السيد أوسار صارح الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بإقليم القنيطرة أولاً هل لديكم معطيات حول القرار العاملي الذي يسمح لمجموعة من الأنشطة التجارية بإعادة مزاولة أنشطتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للمعطيات اللي عندنا لحد هذه الساعة هذه وهي بأن اللجنة اليقادة التابعة للعمل دي المدينة القنيطرة دلت واحد اجتماع في هذه الأشياء هذه وهذا الاجتماع كما هو معروف بأن السلطات الوطنية أعطيت غادية باش تعطي صلاحيات العملات والولايات باش تدير الإجراءات الخاصة بها على حسب كل عمله شحل فيها ديال الحالات وشنو الحالة ديالها على المستوى الاحترام ديال الحضر الصحي كما قلت أعطيت يعني دارت واحد الاجتماع ديال في العمله وهذا الاجتماع تقرر فيه باش يعني المهن اللي يعني اللي يرجعوا يحلوا من بينهم من بينهم العقاقير وبيع تغير السيارات والدرجات وقطع إصلاح السيارات وآليات المتحركة كينا لائحة اللي إن شاء الله غن تصلوا بها غدة في الصباح اللي غد يكون عندنا لقاء مع السيد الباشا لأنه مجرد ما قررنا هذا الخبر هذا تواصلنا مع السيد الباشا وأكد لنا الخبر بأنه إن شاء الله ابتداء من غدة غدا يكون يعني مسموح لهذه المهن اللي ذكرنا يفتحوا المحلة ديالهم ويبيعوه ويشريو في حدود ذاك الوقتة اللي مسموح بها وطنيا هي الخمسة العشية موسيقى موسيقى موسيقى